على وقع الجبهة الجنوبية والمنواشات الحاصلة الخوف من اندلاع الحرب يهي من على غالبية المواطنين استشفائياً القطاع غير قادر على الصمود أكثر من 72 ساعة في حالة الحرب سياحياً بدأ تشغيل عداد الخسائر مع بلوغ نسبة إلغاء حجوزات القادمين إلى لبنان 50% وارتفاع أعداد المغادرين مع توسع أعداد الدول التي طلبت من رعاياها المغادرة المواطنون انكبوا على تموين الطعام والمزوت أو الحطب والعين طبق على الدولار ومستوياته بمتابعة للدولار بالتزامن مع الحرب على غزة سجل صمود على 89.500 ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء فهل سيبقى الوضع النقضي تحت السيطرة؟ المنطق الاقتصادي بيقول أنه بظل الأزمة الاقتصادية اللي ما صار فيه ولا إصلاحات فيها ولا في أي حلول مفروض سعر السارف يضلوا يدهور ويضلوا الطلب على الدولار عالي لأنه العالم بتلتجي للعملة اللي فيها أمين بظل الدولار انخفض الطلب على الدولار وكمانا وقفت المضاربة بأرار سياسة في حال دخل لبنان إلى خط الحرب وفرضت عقوبات عليه كدولة لا فقط على حزب الله قد يتحول الجمود هذا إلى كارثة اقتصادية في خوف في خوف أنه نفوت بعقوبات أمريكانية عقوبات أوروبية تمنع إذا بدك كل شيء دولارات من لبنان تكون إلعى قيمة وتمنع كمان الدولارات إلى لبنان إذا اندلعت الحرب في لبنان الحرب بدأت مويل كيف لحيجوا المصريات لحيجوا نحن ما بنعرف مشاهد التهافت لشراء الدولار لم ولن نشهدها فالمواطنون لا يملكون الليرة اللبنانية والأمر ينصحب على التجار الذين على العكس يبيعون الدولار لغرض الحصول على الليرة اللبنانية الدولة رائزا ساعدت في التصدي إلى تداعيات الحرب القائمة وحافظت على الاستقرار إذ أن هناك عرضا للدولار أكثر من الطلب